مرحباً أدهم وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة سيريباتيك بويس هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن أخبار الشركات والمنتجات قبل تعلن عنها الشركات نفسها فعندنا بهذه الحلقة مجموعة من الأخبار أولاً رحباً نتكلم عن سامسونج شركة سامسونج تفكرنا تطلق جهازين من فئة A وهي خاصة بعام 2018 نتكلم عن A5 و A7 الآن الشاشات هذه اللي بأطراف صغيرة شفناها سابقاً في فئة متوسطة بأجهزة مثل LG وغيرها أيضاً سامسونج رح تسوي نفس الشيء A5 و A7 رح يجون بشاشة اللي بأطراف صغيرة مثل Note 8 و مثل حتى Galaxy S8 الفرق أن الشاشة ما رح تكون منحنية وكذلك هذه الأجهزة يبدو بأنها راح تستمر بالحصول على مدخل السماعات نعم أنا متأكد أنه هذه ميزة مهمة للكثير بالإضافة إلى ذلك أنه راح تكون فيها كاميرا واحدة بالخلف ما راح تخليها كاميرتين مثل أجهزتها الرائدة متى ممكن نشوفه والسعر إلى الآن ما تأكد لكن مجموعة الصور اللي طلعت هي من مصدر يعتبر موثوق جداً فبالتالي نعم هذه الصور اللي انت تشوفها هي الصور الحقيقية للجهازين الخبر الثاني عن واتساب واتساب يفكر أنه يضيف ميزة يا الله مدري صراحة وين شفتها يعني حتى بنفس الأسلوب يعني طيب بتكروا شوي تكفون يرحمني والديكم راح يضيف ميزة اللي هي تثبيت المقاطع الصوتية لما انت بغت تسجل مقطع صوتي المشكلة أنه يكثر ما تفلت فحلو أنه راح يسون هذه الميزة وراح تسير من خلال السحب للأعلى يعني حتى بنفس طريقة هذاك الأبليكيشن اللي ما راح أقول اسمها خبرنا الثالث راح يكون عن شركة تويتر وشركة تويتر الآن فعليا هذا الخبر سمعت عنه في وقت سابق لكن اختفى الشركة الآن بدأت باختبار هذه الميزة اللي تسميها تويت ستورم لو ترجمناها حرفيا فراح تسير عاصفة تويتات أو عاصفة التغريدات بكل الأحوال تويت ستورم وعاصفة التغريدات فكرتها أنه أنت تقدر تكتب مسبقا مجموعة من التغريدات المتصلة في بعضها وتنشرها كلها مع بعض دفعة وحدة ممكن تكون عن موضوع معين وبالتالي هذه ميزة مرة رهيبة مطلوبة أتمنى أنهم يطلعونها اليوم قبل بكرة صراحة إلى الآن ما زالت تجربة موجودة عند بعض الحسابات فقط مو هو كل الحسابات إذا كان في أي أحد المتابعين عند هذه الميزة روح شيك في تويتر إذا إنها موجودة عندك صورها لنا وعلمنا من خلال التعليقات المهم أنه هذه الميزة راح نشوفها قريب بإذن الله تعالى للأسف كعادة تويتر ما تقول لنا متى الموعد وعلى طاري تويتر تكفون لا تزعلونهم فكونا من شرهم تويتر زعلانة خلال الفترة الماضية لأنه لما تويتر طلعت برنامج التوثيق وفعليا تويتر زعلانة من كثير أشياء في تويتر بس واحدة منها لما طلعت برنامج التوثيق فيه كان الفكرة أنهم يوثقون أي حساب أي واحد لكن الشيء اللي اكتشفوا تويتر أنه الناس قاموا يبالغون في تعظيم إشارة الصح الزرقاء هذه هي إشارة التوثيق فالناس قاموا أي واحد موثق خلاص يخذونه بأنه هذا حساب ممتاز رهيب يعطونا مكانة عالية جدا وأنه موثق وأخبارها لازم تكون صحيحة وإلى آخره تويتر تقول انصدمنا بهذا الشيء وبالتالي الآن أوقفت برنامج التوثيق للحسابات وراح تعيده ويبدو بأنها راح تعيد سياساتها من الصفر والشركة الآن بدت تشيل توثيق كثير من الحسابات ومهو بس كده تقول أي واحد راح يخالف سياستنا راح نشيل التوثيق منه وبعدين كني قريت بأنه تويتر أيضا تقول بأنه أي واحد راح يسوي شيء ما هو كويس يأثر على سمعته خارج تويتر ممكن أننا نشيل توثيق منه أعلم تويترتها راح نحبكم وحن أصدقائكم وسمعة كويسة حتى خارج تويتر بالله تكفونا تزعلون تويتر قاموا يوما الحين عصبوا علينا الخبر اللي بادع عن جالكسي اس ناين هذا الجهاز راح يجي في بداية عام 2018 تقريبا خلال الشهرين الأولى فبالتالي إذا أنت ما شاريت اس ايت ولا شاريت نوت ايت وقعد فكر أنك تشتريهم أنا أقول لك لا تشتري انتظر وشوف إيش ممكن يقدموا مع الاس ناين وقتاك تقدر تقرر حتى لو قررت أنك تشتري نوت ايت وقتاك بيكون السعر انخفض أرخص اس ناين سبق وتكلمت عنه أنه راح يجي بالكامرتين اللي موجودة في النوت ايت الفرق أنه في احتمال أنه هذه المرة يخلونها طولية يعني مثل الشي اللي سووا في آيفون 10 أتمنى أتمنى أنهم إذا سووا هذا الشي يكون في ميزة داخل النظام هذا بيكون شغلة مرة حلوة الأهم أنه البصمة راح تسير أسفل الكاميرا يس أخيرا المهم أنه ما راح تسير جنب الكاميرا الأهم من هذا كله أنه جالكسي اس ناين في احتمال أنه شركة سامسونج تطلع ثلاثة نسخ منها مثل ما شفنا هذه السنة في عندك نسختين لكن النسخة الثالثة هي نسخة ميني راح يكون حجمها أصغر 5 إنش تقريبا لكن الشي الحلو قاعدين نسمع بأنه احتمال يكون بنفس مواصفات النسختين الثانية للجالكسي اس ناين ما هو بمني معنات أنه راح يكون مواصفات أقل أتمنى أنه هذا الشي صحيح فيه إشاعة طلعت وهي أنا أعتبرها نوعا ما هو مرة قوية إلا الآن المصادر اللي طلعتها ما يبقوية تقول بأنه التالي شركة سامسونج راح تحط سماعة لاسلكية في نفس صندوق جالكسي اس ناين أكيد أنه هذا الخبر الكل يتمنى شي مرة رهيب واو وإلى آخر لكن ما ظن أنه شي صحيح وخصوصا أنه النسخة المبدئية اللي قاعدة تختبرها سامسونج لجالكسي اس ناين نعم فيها مدخل السماعات فليش تخلي مدخل السماعات وتحط سماعة لاسلكية أتمنى أن يحطون سماعة لاسلكية هذا شي مرة رهيب بيكون إلا لو بيشيلون مدخل السماعة ألو من خلال التصويت اللي موجود قدامك علمنا إذا أنت كنت موافق أنه مدخل السماعات مقابل أنه يحطون سماعة لاسلكية في الصندوق هل هذا شيء يرضيك أو لا بعدنا راح تتكلم عن آيباد 2018 يبدو أنه آبل راح تغير التصميم في آيباداتها اللي السنة القادمة راح تكون بشاشة بأطراف صغيرة مثل آيفون 10 وربما يجي فيها حتى فيس آي دي الأهم من هذا كله أنه إذا كنت قاعد تخطط أنك تشتري آيباد الآن فلا تشتري توقف عن الفكرة نهائيا أنا أقول أنه تنتظر لي عام 2018 لأنه راح يغيرون ديزاين راح يكون فيه مواصفات جديدة فبالتالي أنت تستغل آخر شيء نزل المشكلة أنه هذا الموضوع يبغى لك أنك تصبر شوي فإذا ما كنت مستعجل نعم يبغى لك تصبر لأنه آيبادات الجديدة يمكن ما نشوفها لف النصف الثاني من عام 2018 أخينا راح أتكلم عن آيفونات 2018 آيفون تو نازل وقام بتطلع الأخبار الأخبار تقول بأنه آبل راح تخلي آيفونات القادمة بنفس شاشة آيفون 10 الحالية يعني هذا أعتبره شيء منطقي أكيد أنه راح تخليه هذا المفروض يصير لكن الأهم أنه راح يكون فيه ثلاثة نسخ آيفون فيه أصغر واحد اللي هو بحجم آيفون 10 الآن اللي هو 5.8 إنش بينما الثانين راح يكون 6 و 6.5 أو 6.1 و 6.5 إلى الآن ما تأكد الخبر بكل الأحوال ما زال فيه كثير جدا على آيفون يعني فيه كثير وقت وبالتالي هذه الأخبار ما زالت أعتبر الإشعاعات ما زلت أعتبرها بأخبار ضعيفة إلى الآن ما أخذ فيها الأهم أنه راح يكون فيه أكثر من حجم لآيفون القادم وكذا أنتهت حلقتنا لهذا الأسبوع لا تنسى أنك تشترك بالقناة إذا تبغى تشوف المزيد من الحلقات ولمزيد من الأخبار وكذلك عط لايك على الفيديو لو سمحت تشوفكم في الفيديو القادم ما أسلام اشتركوا في القناة